شكرا جزيلا دكتور محمود. وخلاص الدكتور ريهاب ودكتور رحمد تاج مش موجودين. I have to report. دكتور رحمد تاج ودكتور ريهاب مش موجودين. لا مش موجودين. طبعا حيب أشكرهم هما الاتنين بالذات لأن هما طبعا دكتور رحمد تاج وأستاذ دكتور ريهاب. من الناس اللي دائما بتجمع مش بنشوفه إلا معاهم هما بس. يعني هما الكاردوجيس بتقبلهم كتير. بنشوف كل بطوع القلب كتير في مؤتمرات كتيرة. إنما ما بنشوفهمش غير في التجمعات اللي زي كده. ونستفيد منهم كتير جدا يعني. هنكلم النهاردة على ديسليبيديميا مانيجمين. بس لازم نعرف الأول المشكلة بتاعتنا فين. المشكلة بتاعت الديسليبيديميا مش بسيطة لأنه هو في الأساس. الموضوع worldwide. واحنا هنا في مصر الموضوع بالنسبة لنا كبير جدا. يعتبر كاردوفاسكار ديزيز is one of the death causes globally. وفي حوالي 17 مليون بني آدم بس في 2016 85% الموضوع مش بالنسبة للعالم كله بالنسبة لمصر بتمثل حوالي 46% من في مصر والكلام دوت جاي من سينسوس من الو اتش او فمعنى كده ان تقريبا قربين على 50% من الناس بتموت عشان بس مشاكل القلب ومشاكل بتمثل في الانتر هارت ستادي واحدة من اكبر السلزة اعملت على اكتر من 15 الف عيان بتمثل تقريبا 50% من للناس اللي بيجي لهم يعني 50% من الناس اللي بيجي لهم كان اهم حاجة واكتر حاجة عندهم واضح الابنورمال لبنز وامنج وامنج الريسك فاكتور فور كاليو فاسكار ديزيز بلسليبيديمية از ونفت موز 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 سواء كان الهايبارتنشن او فامي هسري او دالك فزيك اكتيفتي او هاي فات دايت مع دايبيس والسموكين بلسليبيديمية احنا بنشوفها وبنعليجها ككارديورجيس حضراتكو برضو كانترنيس برضو كرينال كنيفرولجيس بتعالبوها الالي دي الواحده الالي دي ال بناء على هو واحد من الموست كومن اثسكوريوتيك كارديوسكار ديزيز ريسك فاكتور وده بييجي من الجينيتك ابيديميولوجيكال كلينيكال كتيرة جدا بدون مخطف الارقام بسرعة كده هو اصلا في كل الميتاانالسيس التي تعمت وفي الميتاانالسيس دي تتعمت على مية اربعة و سعبين الف عيان مع كل دي كريز في ميلي مول اللي دي ال اللي هو تريبا في العشرينات اربعة و عشين في المية major coronary events اربعة و عشين في المية coronary revascularization والاسترو طعام تقول محنو صباح يزعم نقطة coronary revascularization هاته اللي دي جدا نو ستنس فيش ستنس خلاص انيك فسكور دف 12% اني دف 9% and 21% of major فسكور events the one ملي مور reduction 38 مل مل دي 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 وذال مش هينفع لازم او دي 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 والموضوع على مدى سني زي ما حضراتكم عارفين الثوس كلي روز is the process that starts from birth الطفل بينزل وهو معروف هيحصل بس هو أصلا الثوس clorosis الفاتي streaks بتبتدي من هو طفل صغير من هو childhood so it's very important to monitor بس the childhood obesity is very important also risk factor فعشان كده among the whole years من the start of life up to the end of the life the LDL is very important on the aster sco cardiovascular cardiovascular disease la تحصل للعيان لما one of the biggest studies that عمل هنا كافيستو في cross section قالوا ان الدس lepidemia was prevalent among almost 46% of men and more than 60% in females here in Egypt there is the prevalence of this lepidemia and also مش دي بس المشكلة المشكلة من 34% بس من الناس اللي هم عندو المشكلة achieve the treatment goals حسب guidelines ما بتقول الارقام اللي احنا هنقولها بعد كده 31% بس achieve this goal 41% من من ان هم بين دوا كمان مش عارف الدوا ده عشان بتاخد بليل قبل ان هم يخش ينامع على طول حاجة بسرعة ايه اللي بيحصل عشان وكلكم عارفين طبعا الكلام دوت ان مشاكل الليبد اصلا في الاساس بيحول الهرمليس الهرمفول الانتراكشن بتاع الموضوع دا كله يطول شرحه في الباثوفيسيولوجي بس هو ده اللي بيترسب كLDL and small small molecules ده اللي بيترسب في الزيزل هو ده اللي بيأدي في الآخر لل atherosclerosis blood clot myocardial infarction and death so the pharmacological treatment ب a targeted اساسا ال LADL recommended to prescribe a high intensity statin up to the highest reduced to reach the goal set for specific level of risk المتنورة باللحمر دي خليها معنا هنحتاجها بعدين بناء على ال guidelines بتقول كده انهما دائما بيقسموا الناس دائما أسازتنا قالوا في المحضرات في الأول بيقسمهم للrisk profiles low moderate high and very high risk وده قال في كذا محاضرة قبل كده مش هنضيع فيها وقت دلوقتي بس المهم ان ال دياباتيك patients from the moderate to the very high موجودين في كل دي النقطة اللي احنا محتاجين احنا لل stress on ال دياباتيك patients are very important لانه هم أصلا كده كده 56 years old lady she is not diabetic not hypertensive non smoker no family history وكان بيجالها بس ديزنس راح تلحد من الزمله مخو عصب عندها ديزنس وبعد ما عملها كينيكا الاساسيسمان هو طلب شوية تراب وورك وطلب لها وكتب لها شوية تريتم لل ديزنس بعد ما شاف اللاب احاول ها علي بعت بل examination she was well blood pressure was normal heart rate was okay she has no problems systematically or locally وكل حاجة بالنسبة الفحص بتحكم كويس her lab results showed her مقلبين was normal creatine was normal liver enzymes were normal tetocholesterol 275 LDL 202 HDL 40 triglycerides 165 and she didn't mention at all that any one of her family members were diseased by arthritis cardiovascular disease مقالتش لوالدها ولوالدتها ولا حد من إخوتها حصلوا حاجة زي كده وهي أصلا كجامل عليش وناس متعلمة بس هو الفكرة كلها ما حاش اشتكت قبل كده هي عشان اشتكت بحاجة ملحاش علاقة خالص بالموضوع جات عمل لها البترة 202 the LDL how to deal with first of all you have to calculate the risk by calculating okay okay she's around 56 and her blood pressure was normal she is non-smoker and seven millimole she's lied here and this almost enter moderate risk on the moderate risk panel 1% من 1 to 5 than moderate risk the next step is to put her on this chart according to her she is 1 to 5 moderate risk okay وابتالي هنبص على LDL بتاح she is almost more than 190 فهي هنا you have to start not only the lifestyle you have to start also medications for this lady she is not diabetic she is not hypertensive and according to the score and escorting to this chart you have to start her treatment we have to explore the routine investigations when the patient reach certain ages and we'll talk about this later on her goal for the LDL is below 100 mg per deciliter this for this lady so you have to prescribe a high intensity statin up to the highest up to the highest torrated dose you almost remember that you have to prescribe the highest torrated dose for the patient to reach the goal set for level of risk the high not achieved with maximum torrated dose of statins combined with is recommended so the first step for this patient is to start with the statin to the highest torrated dose for this patient well high intensity statins the two are the atorvastatin and the rozevostatin so you have to choose one of them so we'll choose one of them and we'll take care for the FDA that if you did combination or used the statin only there was no big difference in the target achieved the 20 milligram of rosovastatin equivalent to the 80 milligram of the atorvastatin which is equivalent to 10 40 combination of stem statin and it's very important to know that you have to start with the drug that caused least symptoms for the side effects for the patient and not only this you have to reach the maximum tolerated dose one of the trials the hope three trial investigated intermediate risk population to by two factorial design but we have to note that the rosovastatin 10 milligram reduce the cardiovascular disc by almost 25% and also stroke by 30% alone and myocardial infarction by 30% and myocardial infarction by 35% and coronary vascularization instance by 37% and the effect of rosovastatin versus atorvastatin was investigated in many trials many studies compared head-to-head trial between the rosovastatin and rosovastatin and this one of the meta analysis and the statistical significant reduction in the final LDL level with rosovastatin atorvastatin therapy this was their conclusion the primary prevention is very important here all the trials that said that is very significant for primary prevention not secondary prevention we can't talk about secondary prevention we can't talk about people who have to continue for life so when to stop you have to continue for life follow up up to 10 years it's a very long period time so we have to say that statins are for life once the statin type indicated it should be continued indefinitely statins is for life so you can reduce only if some side effects happen to the patient on the patient مع الفيشان شوية تس بديم يقول لك ده يا قلبي بوقعنا يهو طالما ما فيهوش حاجة. الارترس كويسة. ما فيهوش حاجة لا. ما لهاش عالك خالص. ما كانش دي علاقة خالص بالموضوع. ما حصلش اصلا معها اي كومبلينت. ناخد ناخد بس ونمشي خلاص. هو عشان الليبت. هو عمل لها فول وورك على اساس ان هو بيعمل لها ايه? يعمل لي كل حاجة. بقى الناس بتحب تعمل كل حاجة دلوقت. فعمل لها كل حاجة الليبت كده حول لها المحل. هو بتاعي شوف يعمل لها حاجة يعني? ما حضرش معنا محاضرات. هاتوا بعد كيضا. هيتعالج طب. هيتعالج ده. النقطة كلمة لكون مرتبطة لأكد لا لا لا. ألم الارتنطفريةية خلاصة لا 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 كانتش فيه لأن هي كلها في الأخرة على الارتنطفرية لا 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 فإن أحدى مكملت أي خلاصة مع الرجلسيما في الـ central nervous system خالص خالص so the lower is bitter error is bitter the longer is bitter statins differs from each other intensity and impact of different lipid parameters the resuvastatin is one of the statins which is very important high intensity is shown to slow the progression of acus coll Jos shows significant reduction of major cardiovascular events when used for years and the statins are full life شكرا جزيلا